اهلا بكم بعد مرور نحو نحو 16 سنة على احتلال العراق وتصميم العملية السياسية ما زال العنف والتوتر يهددان استقرار العراق الهش اصلا حيث فشلت النخبة السياسية الجديدة في تطوير نظام حكم شامل للجميع بعيدا عن الصبغة الطائفية واللون السياسي الواحد كما تعززت الانقسامات الداخلية والطائفية العابرة للحدود الوطنية خلال الفترة الماضية ركزت مقاربة حكام العراق الجدد على ايجاد ممثلين الطائفيين للتغلب على الانقسامات الطائفية التي تسبب بها الغزو الامريكي ومشروعه السياسي الصبغة السياسية الطائفية للدولة العراقية بعد العام 2003 هو ما سنفحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الاسئلة التالية لماذا كانت الدولة العراقية بعد العام 2003 ذات لون طائفي واحد في كل مفاصلها ومؤسساتها المدنية والعسكرية وكيف تأثر المجتمع والدولة العراقية بعد العام 2003 بعملية اضفاء الصبغة الطائفية عليهما وثمت مساهمة لهذا اللون الطائفي للعراق الجديد في تعويق اعادة بنائه دولة مدنية حديثة كما يروج حكامه الجدد وهل ما زال هذا اللون الطائفي للعراق مناسبا بعد هذا الحصاد الكبير من الفشل الحكومي المتعدد المستويات ضيوف الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني حارث الأزدي لم تكن سنوات الحصار التي سبقت الغزوة الأمريكية للعراق إلا وبالا على الشعب العراقي بجميع طوائفه عانت منه كافة المحافظات وجاء الغزو بعده بهدف واضح عنوانه تدمير الدولة العراقية وتأسيس نظام حكم جديد بني أساسا على أركان طائفية ذات لون واحد واعتمد ساسة ما بعد 2003 في حكمهم الجديد على الاستثمار بمظلومية طائفية مختلقة لشريحة من الشعب العراقي ساعدهم على ذلك التوجه الأمريكي في إثارة الفوضى وبث النعرات الطائفية ووجدت إيران في المشهد العراقي الجديد فرصة مناسبة للتمدد في العراق والسيطرة على مقدراته من خلال الترويج لتلك المظلومية رغم أن إيران ذاتها في حربها مع العراق قتلت آلاف العراقيين وقصفت مدنهم دون تمييز بين طائفة أو أخرى استبدل البعد الوطني السائد في بناء الدولة بنظام المحاصصات الطائفية فاستغلت أذرع إيران العسكرية الفوضى الأمنية من أجل التلاعب بالنسب السكانية عن طريق القتل والتهجير والاعتقالات إلى أن تمكنت من تعميق مفهوم المحاصصة في العراق ولكن على أساس أن تكون المؤسسات السيادية والضاربة في الحكومة ذات لون طائفي واحد مستأثر بالسلطة بعد مرور عقد ونصف على الغزو الأمريكي جن العراقيون ثمارا مرة من مشروع الحكم الطائفي محافظات الجنوب قبل الوسط والغرب بنية تحتية متردية وفقر سكاني وخدمات مهملة أوبئة وأمراض وتلوث قمع واعتقالات تطال كل مطالب بحقوقه تظاهرات شعبية غاضبة كان أوج اشتعالها في محافظات الجنوب وكانت دليلا حيا على أن المظلومية الطائفية المختلقة كانت مجرد سلم صنعه الفاسدون وصعدوا من خلاله إلى السلطة أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار والتي ستبحث هذه الليلة في الصبغة واللون الطائفي الواحد للدولة العراقية بعد العام 2003 ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين وسيد حارث الأزدي مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين أيضا مرحبا بالضيوف الكرام جميعا حاليكم لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاحي دكتور هناك اتهامات للدولة العراقية بعد العام 2003 والنظام السياسي عموما أنه ذو صبغة طائفية واحدة الدولة صبغت بلون طائفي واحد في كل مفاصلها ومؤسساتها مدنية وعسكرية إذا كان هذا الاتهام دقيق وصحيح ما هي الإمارات أو الدلائل على أن فعلا هذه الدولة مصبوغة بلون طائفي واحد بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ ماجد ربما حتى قبل قبل الحرب على العراق واحتلاله في عام 2003 كان الحديث يجري على النحو التالي أنا أتحدث عن حديث الدول التي كانت تنوي احتلال العراق والحرب ضد العراق وأقصد أمريكا وبريطانيا الدول التي ساندتها فالحديث الأمريكي والبريطاني كان يجري بالشكل التالي أن ليس هناك شعب عراقي هناك في العراق أكراد وهناك سنة وهناك شيعة كانوا يتحدثون بهذه فمن البداية كانت تقسيمات يتحدثون عن أكراد عراقيين سنة عراقيين شيعة عراقيين لكن شعب عراقي واحد لا يتحدثون عن هذه البودقة الواحدة وعندما جرى ما يسمى بمؤتمر لندن اللي ما تسمى المعارضة عام 2002 جرى الاتفاق بإشراف زادة السفير الأمريكي خليل زادة على تحديد النسب بالطريقة التالية اللي أوضحها بولي بريمر في كتابة عام قضيته في العراق قال أنه تم الاتفاق على أنه في العراق مكونات شعب العراقي تكون من 60% شيعة ويتكون من 20% أكراد ويتكون من 17% سنة سنة عرب فهم من البداية فصلوا قالوا للأكراد حتى لا تحصل مشكلة أنتم استقلوا بوضعكم القومي هناك إقليم فقبل الأكراد إقليم وفصلوهم يعني حتى عندما تلاحظ التقسيمات هذه فيها قومي وفيها طائفي يعني لا تتناسب هو ليس تقسيما طبيعيا يتحدث عن الأكراد وهي قومية ويتحدث عن الشيعة والسنة وهي طائفية بما تنفع وتنفع نعم نعم هو يعرف أنه غالبية الأكراد هو من السنة فهو فصل هذا الموضوع والأكراد قبلوا بهذا لأنه يؤمن لهم إقليما ويؤمن لهم وضعا خاصا يكسبونا من ورائه فقبلوا بهذا الموضوع القضية بين الشيعة والسنة أعطى للشيعة 60% وأعطى للعرب السنة ما سمي بالعرب السنة 11% وأعطى الكرد ما عرف شنو الآشوريين بقية الأقليات واحد بالمئة المهم فالقضية بهذا الشكل وعندما سئلة حتى بريمر بعد يعني ربما في العام الماضي أو قبله في ذكرى الاحتلال من أين يتيت بهذه الأرقام قال لا أدري هم قالوا لي هكذا يعني لأنه لم يثبت والآن يعني ونحن في عام 2015 بعد 16 سنة من الاحتلال لم تقدم هذه الحكومة لم تقدم كل أحزابها التي تدعي امتلاكها للطيف الأكثر امتلاكها للحقيقة امتلاكها للمظلومية امتلاكها حتى للمقاومة الآن يدعونهم المقاومة امتلاكهم لكل هذا هذا الطيف من من العناوين لم يستطعوا أن يقدموا دليلا واحدا على أن هالمكونات بهذه النسب يعني الشيعة 60% والسنة وهذه كذبة كبيرة هم حتى يتجنبون إجراء تعداد سكانية لم تجري في العراق عملية تعداد سكانية تحدد فيها فيها خانتين تحدث عن شيعي وسني لم يحصل هذا كانت تجري عمليات فيها كردي أم عربي قومية تحدد نعم والديانة والديانة مسلم أو مسيحي أو كذا نعم أما مذهبيا لم يحصل هذا ولا يوجد أي إحصاء في العراق حصل في الماضي من تأسيس الدولة العراقية عام 1921 لغاية 2003 لم يحصل أي إحصاء يتحدث عن هذه القضية بريبر يقول قالوا لهكذا من الذي قال له يقصد أن الأحزاب هذه التي شكلت فيما بعد حكومة لذلك هو جاء بمجلس الحكوم بهذه التركيبة دليلنا على أن أنهم جاءوا بمشروع طائفي بهذه الطريقة تشكيل مجلس الحكوم عندما شكل مجلس الحكوم قال 13 من الشيعة خمسة من السنة وخمسة من الأكراد وما أعرف كردو آشور وما أعرف بهذه التسميات فهذه التقسيمات لأول مرة في تاريخ العراق تظهر مثل هذه التقسيمات تظهر على ساحة السياسية والاجتماعية تقسيم من هذا النوع سنتحدث دكتور دا سمعتني عن قضية أنه هذه التقسيمات الطائفية الموجودة في نظام الحكم الجديد هل كانت لأسباب موضوعية هل فقط كانت قسرا من الاحتلال ورغبة من الحزاب الطائفية دكتور عبد الحميد العاني هذا اللون الطائفي الذي صبغت دولة العراقية بعد عام 2003 بعد تفكيكها ويعادت طبعا تشكيلها يعني كان رغبة أمريكية والخيار متروك لشركاء المشروع في مجلس الحكم أم كان أيضا إصرار من الأمريكيين على هذا التوجه على هذه الصبغة على هذا اللون الطائفي وتناغمت معه الأحزاب الطائفية لأنه في النهاية هي أحزاب طائفية ومن مصلحتها أن ينعكس هذا اللون الطائفي لهذه الأحزاب وفكرها الطائفي ممتاز جدا أن ينعكس على الدولة يعني على الدولة المعادت تشكيلها بعد عام 2003 رغبة أم إصرار من الأمريكيين جميل جدا بسم الله الرحمن الرحيم بداية قبل أن ندخل في هذا الموضوع يعني ربما أكثر من مرة نتكلم عن الطائفية ونحملها هذه المسؤولية وما جرى في العراق لكن قبل هذا أريد أن أبين أمر مهم نعم وهو أن هناك فرق بين الطائفية وبين الانتماء المذهبي أو الطائفية وغيره يعني أنه حنتنتمي لطائفة أو لمذهب أو لعرق أو لدين أو شيء هذا أمر وأن تعتز بهذا المذهب هذا أمر لكن الطائفية هي أنه يكون هناك ممارسات قولية أو فعلية في محاربة الآواء الآخرين هذا هو المقصود بكلمة الطائفية وهي نبذ الآخرين نبذ الطوائف الأخرى نبذ الأديان الأخرى المذاهب إلى آخرين فنحن حينما نتحكف عن الطائف وإعلاء الطائفة النابد للبقية الطائفات ينبذ هذه ويحاربها لإعلاء طائفته وإبرازها نعم وهو يكون على حساب غيرك هذا هو المقصود بالخطأ الذي ننتقده نعم جواب سؤالك هنا نحن نعلم وذكر أشار قبل قليل الدكتور رفع إلى كثير من هذه القضايا العراق هو يتكون من هذه التقسيم هذه العناوين هذا أمر طبيعي ولا يوجد بالعالم كله بلد صافي كما يسمى بيور نعم لا بد أن يكون هناك تلون طائفي عرقي مذهبي ديني إلى غير ذلك هذا الواقع العراقي لكن هذه النسب أولا هل فرضها هو الواقع كما قال الدكتور لا يوجد إحصائي رسمية في العراق لكن ما الذي فرض هذه النسب فرضتها هذه الأحزاب لما يقول قالوا لي الأحزاب المعارضة في وقتها التي سمت نفسها ودعت أنها تمثل العراق وغيرها هذه هي التي أعلنت أو فرضت هذه النسب بحسب قوتها وبحسب إيران التي كانت تدعمها هذا الأمر الأمر الآخر أمريكا حينما جاءت إلى العراق بمشروعها الاحتلالي هي قضية التحرير وتخليص العراق من أسلحة الدمار الشامل والديمقراطية هذه كلها كلها بعد ذلك أنها عناوين كاذبة لفرض مشروع ما هو المشروع؟ المشروع هو عراق جديد ما هو العراق الجديد؟ هو عراق جديد في المنطقة نموذج بتقسيم وتفتيت العراق كيف يفتت؟ لا بد أن يكون هناك مبدأ تمشي عليه وتسير هذا المشروع وهو قضية طائفية والمذهبية والمحاصصات هنا تلاقت هذه الفكرة مع هؤلاء الذين ادعوا تمثيل العراق تمثيل المعارضة العراقية في هذا للتمهيد للاحتلال وهذه الأحزاب وهذه الشخصيات كثير منها ليس لها قاعدة شعبية في العراق فلذا نراها أنها تمسكت بهذا اللون الطائفي حتى يكون لها طريق لوجودها في العراق لأنها لا تستطيع ليس لديها لا مشروع سياسي ولا خبرة سياسية ولا تستطيع أنه تفرض نفسها أو تقدم نفسها أنها فعلا منقذة أو ستستطيع أن تقود البلاد إلى بر الأمان أو إلى تحقيق ما يصبو إليه الشعب العراقي أو أي شعب آخر طبع لذا رأينا هذا التماهي بين هذه الشعارات أو هذه الأهداف الطائفية بين المحتل الذي يريد أنه يتخذ من الطائفية تقسيما وتفتيتا وإثارة النعارات وغيرها وبين هؤلاء الذين لا يستطيعون أن يسيروا إلا وفق هذا المشروع المشروع الطائفي ولذا رأينا بعد ذلك أن خطابهم دائما سار تحت هذه المظلة بل تمسكوا بهذا الخطاب وهذه المسيرة لأنه لا يمكن أن يكون لهم موجود بخلاف هذا أيضا سنتحدث عن قضية فائدة أو جدوى التمسك بهذا المشروع بهذه السبغة الطائفية للدولة بعد 15 سنة أو ربما الآن تجاوزنا ل15 سنة أستاذ حارث الأزدي في الحديث عن العوامل الخارجية لإصباغ الدولة العراقية بهذا اللون الطائفي إطفاء هذه السبغة عليها بعد عام 2003 تحدث الضيفان دكتور رافع دكتور عبد الحميد عن دور رئيسي للاحتلال الأمريكي في قضية إصباغ الدولة بهذا اللون وبما أن إيران أيضا القوة الاحتلالية قوة الاحتلال الثانية الرئيسة الآن ربما هي البهيمنة هل كانت مساهمة أيضا لإيران في هذا اللون الطائفي فعلا ساهمت أم أن القضية أيضا ربما اتهامات الواقع لا يسندها بشيء بسم الله الرحمن الرحيم أشكر لك أستاذ ماجد هذه الاستضافة وأقول بداية أن أضع لافتة تصلح أن تكون مدخلا لما سيطرح في هذه الطاولة المباركة وأحيي الأساتذة والدكاترة دكتور رافع ودكتور عبد الحميد أقول أن الاحتلال لما جاء وجاء بهذا المشروع لم يكن مشروعه من فراغ وإنما عن دراسة ودراسة للواقع وإنهاك للعراق على مدى 13 عاما ثم بعد ذلك جاء بهذا المشروع الذي أريد أن أقول بهذا المدخل أن ليس كل من تأوه من الطائفية هو طائفي إلا إذا قابل الفعل الطائفي بفعل آخر غير الدفاع عن نفسه هذا الذي يحدث في العراق الآن كل صوت يقول أن الأحزاب التي جاء بها المحتل والتي جاءت وانخرطت في العملية السياسية تمارس فعلا طائفيا على أرض الواقع وفعلا طائفيا حتى على خارج يعني امتدادات العراق في الخارج يتهم بالطائفية والحقيقة هي كما يتهم المقاوم بالإرهاب يتهم أيضا كل من يرفع صوته بأن ضررا طائفيا يمارس عليه يتهم بالطائفية فلذلك هذه الثقافة يفترض أن تكون ثقافة عند الشارع العراقي عند المثقف العراقي يعني الجلاد الذي يمارس الطائفية يتهم الضحية أنه يفتير الطائفية ذكر الدكتور الأحزاب المنخرطة في العملية السياسية تمارس الشيء وضده بمعنى أنها تقول أنا مع العملية السياسية ومؤمن بالعملية السياسية ومؤمن بالتداول السلمي للسلطة والديمقراطية وحرية التعبير وهي بالمقابل تقول أنا المقاومة التي طردت المحتل هي تكون تحت غطاء الجو الأمريكي ومع ذلك تتهدد الأمريكان وتتوعدهم وكان هذا التهديد والوعيد لمقتل صحفي من قناة تابعة أيضا لأمريكا لكنه هو صحفي عراقي أو مصور عراقي إذن هو لا يستطيع أن يجابه القوات الأمريكية فيقتل ظلها هؤلاء المنخرطون وجاء بهم المحتل بقالب أعوج كل من من أبناء الشعب العراقي على مختلف المستويات يظن أن هذا القالب الأعوج سيخرج منتجا قوامه معتدل فهو مخطأ أيما خطأ وتجربة الستة عشر عاما تؤكد أن الذين كانوا يعولون ويقولون لعل لا وعسى وهذه الانتخابات ستتغير الوجوه أكدت أن العملية السياسية ما هي إلا نظام جاء لتفتيت المجتمع العراقي ولن يخرج منها أي شيء مفيد للشعب العراقي نعم دكتور رافح هذه المقدمة أو الرجوع إلى شيء من التاريخ بعد 2003 الذي قدمها الأستاذ حارث الأزدي هل تعتقد أن الدولة ذهبت إلى هذا اللون الطائفي اضطرارا بمعنى ردات الفعل في إطار الدفاع عن نفس أقصد النظام السياسي يعني لن نكون واقعيين من اعترض وعارض واعترض طريق الغزوة مشروعة كان الحقيقة يعني القوة الفاعلة من لون أيضا آخر فاللون الآخر الموجود في السلطة يعني تصدى ودخل في مجابهة مع هذا اللون هنا اضطرارا سبغت الدولة أيضا في مرحلة لاحقة بالإضافة إلى القضية المنهجية هل كان أيضا اضطرارا أنه إسباغ بهذا اللون الطاعفي المعروف أستاذ ماجد عندما نتحدث أن نسب موضوع من البداية لتشكيلات الدولة وتشكيلات الحكومة وتشكيلات الإدارة التي تدير الدولة نعم تنتفي فرضية رد الفعل هذا المنطق نعم عندما يعني تقول لي الدولة الدولة من؟ الدولة مجموعة من أحزاب مشكلة منها الدولة وهذه الأحزاب لديها فكر طائفي من البداية وآمنت بهذه النسب وفرضت هذه النسب وقالت أنه هذه النسب هي الحقيقية وأمريكا يعني هواها جاء مع هذه النسب دكتور خلينا أعطر هذا سمحتي نعم العملية السياسية والنظام السياسي الموجود الآن يعني ليس دقيقا أنه من لون طائفي واحد النظام السياسي الموجود فيه أحزاب شيعية وأحزاب سنية وأحزاب كردية ومسيحية ونحن نتحدث عن لون طائفي واحد نعم هل هذا الاتهام موضوعي دقيق موضوعي ودقيق جدا جدا لأن هناك صورة وهناك ديكور لهذه الصورة إطار لهذه الصورة مجمل لهذه الصورة الصورة الحقيقية هي بد بيد من السلطة نعم أنت السلطة بيد من السلطة بيد هذه الفئات الحزبية التي تناغمت مع الاعتلال وجاءت معه وقالت له هذه النسب ونحن من نتحمل المظلومة ونحن من نحقق لك ما تريد وصدرت فتاوى تخدم المشروع الأمريكي وهم كانوا رعاة ودافعوا مع الأمريكي واتهموا حتى المقاومة التي هي حق مشروع لكل شعوب الأرض في كل الدنيا وحتى عندما ربما قلناها ونقولها مرة أخرى بوش الإبن هذا الذي احتل العراق عندما سئله لو افتراضياً قوة تدخل إلى أمريكا وتحت الأمريكا ماذا ستفعل؟ قال سأقاوم إذن المقاومة حق مشروع لكل الدنيا عندما قاوم أهل العراق لأنهم من السنة اتهموهم بالإرهاب والآن يصادرون حتى هذا الفعل الفعل الرائع الفعل التضحية فعل الإباء فعل الشرف هذا الآن يصادرون تقصد الميليشيات وفرق الموت نعم وتدعي الآن من يخرج ويقول أن المقاومة الإسلامية نحن من خأ من هي هذه المقاومة الإسلامية ماذا قاتلتم ومن قاتلتم هذه الكذبة الكبيرة وكأن الناس يعني في واد آخر ولا يسمعون ولا يرون ولم يكونوا شهودا على هذه القضية العموما فالقضية الدولة مشكلة من هذه الأحزاب من هي التي تمتلك زمام السلطة هي المتحكمة أما الآخرين سنة غير سنة هؤلاء مجرد ديكور يعني لم يخفف وجود هؤلاء لم يخفف من اللون الطائف الواحد ويذهب إلى لون قزح كما يقال بدليل بدليل كل القرارات التي تصدر تتناغم مع ما يريده هذا الطيف الواحد الذي يعني بدأني أقول أن هذا المشروع مشروع الطيف الواحد وليس مشروعا عراقيا لو كان مشروعا عراقيا وهذه الأحزاب لو كانت عراقية صرفة يعني إرادتها ولا تمثل أجندة خارجية هذا المشروع ضدها وليس في صالحها أن تكون المجتمع من طيف واحد أن تهجر خمس ملايين عندما نتحدث عن السنة هذا ليس حديثا طائفيا مثل ما قال أخي الأستاذ حارث قبل قليل هذا ليس حديثا طائفيا هذا وصف وقال قبل قليل الدكتور عبد الحميد فرق بين الطائفية بين الطائفية والطائفة نعم نحن كنا من طائفة واحدة ماشي لكن الحديث عن الطائفة المعينة هذا لا يعني أنك طائفي عندما تحدث عن مظلومية الطائفة معينة عن ما يحدث فيها وصف لما يحدث به أنت ليس طائفيا يعني هل يستطيع أحدا ينكر أن الخمس ملايين أو أكثر من العراقين الذين هجروا إلى الخارج اضطرارا من الكفاءات ومن السنة هل يستطيع أنه وعندما تحدث عنهم يقولون أنت طائفي هل عندما تحدث أن أربع ملايين أو وصل العدد إلى ستة ملايين في مخيمات اللجوم من السنة أنت طائفي هذه ليس طائفية هذا الحديث ليس طائفيا لكن أن تقتل الناس وأن تصادر أملاكهم تصادر حياتهم وتبعدهم عن مجتمعهم وتهجرهم من مدنهم هذا هو الفعل الطائفي والآن برزت هذه الاتهامات حينما كان أصبح الصراع الآن على شدة بين الميليشيات صار الحديث عن أن العصائب قتلت الناس وهجرت واستولت على أملاكهم وأملاك المسيحيين والطرف الآخر يتهم أيضا وأيضا اتهامات لأيضا العصائب بأنه من فككت المصفى بيجي وسرقتها والاتهامات للآخر أنه أيضا استولى على مناطق في بغداد يعني هذه الاتهامات الآن أصبحت تداول على سنة زعماء الميليشيات نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نكمل النقاش في حلقة اليوم عن إصباغ الدولة باللون الطائفي الواحد بعد عام 2003 بعد الفاصل نعود لنكمل النقاش مع ضيوفنا هنا في الستوديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في حلقة الليلة من طاولة حوار والتي تبحث في الصبغة الطائفية الواحدة للدولة العراقية بعد تفكيكها وعلى تشكيلها في العام 2003 ضيوف الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني وحارث الأجدي دكتور عبد الحميد العاني صبغة الدولة وإذفاء اللون الطائفي السياسي الواحد على الدولة العراقية بعد عادة تشكيلها عام 2003 هل بقيت تأثيرات ضمن نطاق هذه الدولة كممارسات كسياقات سوى عسكرية أو إدارية أم أنه انتقل وتحول وانعكس أيضا على المجتمع فتأثر المجتمع أيضا بهذا اللون الطائفي الواحد للدولة يعني هذا المجتمع تأثر أيضا في تفكيره في ممارساته في علاقته مع بقية أطياف ومكونات المجتمع تأثر أم أنه كان محصن نعم أيضا قبل هذا إكمالا لما ذكرنا قبل قليل نعم وفصل الأساتذة جزاهم الله خير في هذا الموضوع نحن فرقنا الآن بين الطائفية وبين الطائفة والانتماء وغيرها أيضا حدود وهذه الطائفة حدود هذا الانتماء أين يكون نحن اليوم لا نتحدث عن الشعائر الدينية والمذهبية ولا عن الطقوس التي يمارسها كل دين كل مذهب هذا حرية لكل إنسان نحن نتحدث عن نقل هذه الشعائر أو هذه الطقوس إلى قضايا يشترك فيها جميع الناس القضية المواطنة حينما أصبحت الطائفية اليوم هي بديلا عن المواطنة والحقوق المشتركة بين جميع أطياف الشعب العراقي هنا حدثت المشكلة لذا الآن حتى نرجع إلى سؤالك هل نعكس هذا؟ نعم للأسف في البداية الأمر كثير من الشعب العراقي تأثر بهذا سواء عن قناعة أم كردود أفعال أو انصياق وتماهي من حيث يشعرون أو لا يشعرون نحن نعرف أن الخطاب هذا الخطاب الطائفي والخندقة هي اتخذته هذه الأحزاب من أجل تجيش واتجأ لأبناء الشعب العراقي ينساقون خاصة في قضايا أو في مفاصل العمليات الانتخابية لانتخاب ساسة بعينهم لأنهم من هذه الطائفة أو تلك الطائفة لأجل هذا القضية هذا اللون المذهبي كان قضية الانتخابات لذا نجح هنا أساس في هذا الخطاب خطاب الطائفي إلى حد ما إلى تجيش وإلى خندقة بعض أبناء الشعب العراقي لكن هل النجاح حينما نقول نجح أو فشل هل تحقق كل شيء لا اليوم نحن نرى أن مناسب الوعي بدأت تتصاعد وتتزايد وذكرنا في حلقات سابقة مظاهر هذا الوعي ومناسبه التي بدأت تزايد وتتصاعد وحينما بدأ أبناء الشعب العراقي يتحدثون عن هذا الخطر الخطر الطائفي وعن ما أوصلهم هذه الطائفية وهذه السياسة إلى ما وصلوا إليه بل رأينا كيف أن أبناء الطائفة هي تتبرأ ممن ادعى تمثيلهم وأن هؤلاء الممثلين هم هم الذين جاءوا بالشر عليهم واتخذوا هذا اللون أو هذه الطائفية كعباء وكمظلة للوصول إلى مآربهم الخاصة وأولا وثانيا لتحقيق مآرب خارجية وعلى رأسها إيران التي تحقق مشروعها التوسعي الميليشياوي في العراقي وفي غيرها تحت هذه العباءة الطائفية والتي للأسف كانت هذه الأحزاب السياسية المشاركة في حكومات الاحتلال منذ 2003 إلى الآن هي الطريق والأدوات لتنفيذ هذا المشروع تحت العباءة الطائفية نعم أستاذ حارث الأزدي نتحدث عن تأثر المجتمع بهذا اللون الطائفي إلى أي حد تأثر قسم من المجتمع الذي يعني هو بهذا اللون الطائفي المعروف بإصباغ الدولة بهذا اللون يعني تأثر وتناغم مع هذه النزعة هل ما زالت هذه البضاعة رائجة عند المجتمع على أنه أن الدولة دولتك وأنه أنت الأغلبية الذي يجب أن تحكم هذا البلد وأنه هذا مقدرات لك وما إلى ذلك بعد 15 سنة هل تعتقد أن هذه البضاعة لا زال لها سوق مجتمعي أذن مصغية لا زالت الشعب العراقي لمدة ستة أشهر قبل تفعيل هذه الأحزاب وعملها في الداخل العراقي لم تسجل حادثة سرقة واحدة أو حادثة اعتداء واحد بعد 2003 بعد 2003 بقي المجتمع وبقية لحمة المجتمع ظاهرة أمام العالم أجمع حتى وصول بريمر وجيغارنار قبله وتشكيلهم لفرق الموت وتشكيلهم إعازهم لأحزاب العملية السياسية بأن يستدعوا جنودهم والمنتمين إليهم وتشكيل ميليشيات هذه العملية التي دارت بدأت بدأ فعلها بتأثيرها على الشعب العراقي من خلال عدة عوامل إما من خلال عامل الفائدة هناك كثير من ضعاف النفوس يجد في الانتماء لهذا المشروع أو هذا الحزب أو هذه الميليشيا فانساق وراءه فانساق وراءهم لأهداف مادية مصلحية شخصية نعم ومنهم من انطلت عليه اللعبة الطائفية فانخرط فيها وذهب إلى أقصاها فبدأ يقتل جاره وبدأ يقتل قريبه بل ويقتل يعني نسيبه أو صهره وما إلى ذلك ومنهم من خاف من شدة قسوة هذه الميليشيات ووقوف إيران من بعدها وسطوتها المالية عليهم أدى إلى أن كثير من الناس تتراجع وتقف عند حدود أن لا تتناغم مع الضحية لكن بعد خمسة عشر عاما بالضبط يعني نحن الآن في السنة الستة عشر بعد خمسة عشر عاما ظهرت أصوات وخصوصا في برامج ومنها فضائيتكم المحترمة تظهر ردود أفعال الشارع هذه البرامج تكشف مقدار الوعي الذي عاد إلى أبناء الشعب العراقي وأنهم نفضوا أيديهم من هؤلاء الساسة ومن هؤلاء تجار الحروب وزعماء الميليشيات فلذلك تراجعت هذه النغمة بقيت مسألة أن القداسة يستخدم الشيء المقدس أنك لم تنصرني التخويف أنت تخون المذهب أنت تخون دينك أنت زوجتك تكون طالقة منك هذا التخويف سيجد أيضا طريقه إلى التلاشي بعد أن تكثر هذه النقاشات وهذه الحوارات بين النخب العراقية وتكون ثقافة عامة للمجتمع العراقي أريد أن أقول على ما تفضل به الدكتور طبعا في هذه النقطة إذا ما وصلنا ربما وصلنا إلى هذه المرحلة وما جرى في تظاهرات البصرة وجنوب العراق من نسف لجميع الخطوط الحمر للمقدسات كلها انتهت الخطوط الحمر وانتهت تيجان الرؤوس وأصبحت التعليقات حتى على مواقع التواصل الاجتماعي إن كتبها أحد سيكون مادة للسخرية أريد أن أقول أن هذه العملية السياسية لم تشابه كانوا يخوفون العراق من لبنانة العراق أو صوملة العراق حتى على مسألة لبنانة العراق هل استطاع السنة والأكراد مجتمعين هل استطاعوا أن يعطلوا قرارا بمعنى تسيد لون واحد مع العلم أن الأكراد والسنة على هذا التوظيف والتعيين يشكلون أكثر من الثلث لماذا يكون حزب الله في لبنان وهو ثلث معطل للدولة بل وقائد للدولة في حين أن الثلثين أو الثلث أو قريب النصف من السنة والأكراد لا يستطيعون تحرك بمعنى تسيد لون على حساب لون آخر جاءت القسمة لتكون هؤلاء يمسكون زمام الأمر وبيدهم السلطان والأكراد تؤمن لهم الميزانية ويؤمن لهم العليم وهؤلاء المغضوب عليهم يقع عليهم جامل الغضب من الأمريكي وإضافة إلى الإيراني نعم دكتور رافع يعني قوى العملية السياسية وحتى تعالج هذه الإشكالية إشكالية طائفية الدولة اللون الطائفي للدولة طائفية المؤسسات المدنية والعسكرية يعني عمدوا إلى إيجاد ممثلين طائفيين وذكرت أنت أن هذه القضية عملية ديكورية إكسسوارات ليس إلا الغزو والمشروع إيجاد ممثلين طائفيين في النظام بدل الذهاب إلى المعالجة معالجة المشكلة الحقيقية هل تعتقد أنه إيجاد هذه الممثلين طائفيين يعني قد ربما قدم حلاً ولو مرحلياً قد يكون قد خفف من هذا اللون الطائفي للدولة مرحلياً يعني هناك تحديات كبيرة ربما سيتم العبور إلى المرحلة الدائمة إيجاد الممثلين الطائفيين في النظام على الصورة الظاهرية ربما لغير العراقيين قد تبدو هكذا نعم قد تبدو عندما تتحدث مع مواطن في الصومال في موريتانيا ولا وزير الدفاع السني ورئيس الجمهورية ربما سيقول لك إذن هناك تنوع لكن على المستوى العراقي على المستوى العارفين بالداخل العراقي والعمل على الأرض هذه كذبة ولعبة يعني لعبة خبيثة ولعبة مكشوفة وواضحة لا تحتاج إلى الكثير من العناث والبحث والتقصي الحقيقة أريد أن أقول أن النسب عندما وضعت هذه النسب 13% 60% الشيعة هذه لم توضع وتترك هكذا هذه وضعت ووضعت معها شروط شروط أن تعمل لتثبيتها على الأرض خلالكم 11 لان 16 سنة أن تقبل بها ثم تترجمها عملية نعم هم قبلوا بها لأن فيها مصلحتهم مصلحت هذه الأحزاب فأرادوا أن يثبتوها على الأرض لذلك كانت هناك مؤسسات سياسية ومؤسسات إعلامية واسعة جدا تابعة لهذه المؤسسات السياسية تعمل بالتناغم لإثبات هذه الحالة لنأخذ مثالا ربما يوضح هذه الحالة عندما حصلت الاعتصامات في الرمادي وفي الموصل هذه الاعتصامات التي كنا والناس خرجت من الضيم من القهر من الذل من الأذى من انتهاك الحقوق من أعداد المعتقلين مئات الآلاف من المعتقلين والمعتقلات وكانوا يطالبون بإطلاق صراحهم بإيقاف هذا التعذيب بإيقاف هذه الانتهاكات هكذا كانت المطالبات ماذا كانت تفعل الأجهزة السياسية وما يتبعها من أجهزة أمنية وعسكرية وهذه وميليشياوية وماذا كانت تعمل المؤسسات الإعلامية عدا مؤسسات قليلة إعلامية كانت تناصر الحق وهذه أمام هذا هذا الطيف الواسع من المؤسسات السياسية والإعلامية لا تستطيع ربما أن تفعل شيئين موازيا لحجم هذا التضليل كانوا يقولون وكلنا نذكر مثلا هناك سيارات مفخخة انفجرت في البصرة خرجت من الفلوجة والفلوجة محاصرة محاصرة بفرق عسكرية وفرق ميليشياوية ولا يستطيع أهل الفلوجة أن يخرجوا للتزود بالطحين بالماء لا يستطيعون الخروج فكيف تخرج عربات أو سيارات مفخخة تخرج من الفلوجة 600 كيلو 600 كيلو أمامها مئات السيطرات إلى البصرة إلى البصرة السيطرات العسكرية والأمنية كلها تخترقها وتصل إلى البصرة يتنفجر بالبصرة وتقتله لأن السنة بعثوها هناك من صدق هذه الفرية لم يفكر هناك تغييم للوعي الآن يتحدث الدكتور رحمي الآن ربما كان عند موجود عند فيئات معينة لكن لم تكن ظاهرة لم تكن من زاد الوعي هذا أولاً قوى ظلت مناهضة للاحتلال وظلت مصر على خطها وظلت تكشف الحقيقة ذا أولاً ثانياً الضيم وهو هذا الأساس الضيم الذي تعاملت به هذه الحكومات الفساد الخراب التهميش لحتى من يقولون أنهم طائفتهم وهم جاءوا من أجلهم وهم حاضنتهم وبالتالي عندما خرجوا ربما ضارة النافعة كانت آه ربما نعم وهذه الحقيقة عندما حتى عندما خرجوا طالبوا بأبسط القضايا واجهوهم بالرصاص والقتل والاعتقالات مثل ما واجهوا السنة هذه الحقيقة فانتبهوا إلى أن القضية غير القضية التي كانت تتحدث بها المؤسسة السياسية والإعلامية هذه الكذبة الآن عندما تحدثهم عن السيارات التي خرجت من الفلوجة وانفجرت في البصر سيضحكون على هذه القضية وسيضحكون على العقولهم التي صدقت هذه القضية ومن صدقها ومن روج إليها نعم كانت كلها لأجل أن يوضع السنة أو يوضع مكون معين كبير في العراق يوضع في زاوية محصورة وبعيدة عن الضوء في الظلمة ويضرب ليلة نهار تهدم مدنة ويهجر بالتأكيد حتى يبقى هذا المشروع القائم وهو مشروع طائفة واحدة العراق من طائفة واحدة وهذه نقطة مهمة نسأل الدكتور عبد الحميد العاني يعني هذه القوة العملية السياسية ماذا يعني لها لو أنها هي أو قوة خارجية أخرى أو قوة شعبية ذهبت باتجاه إزالة ومسح هذا اللون الطائفي الذي استبغت به الدول العراقية بعد عام 2003 والذهاب إلى لون وطني عاكس وممثل لكل ألوان المجتمع العراقي وطيفة ضمن الهوية الوطنية الجامعة هل يعني الموت هل يعني فعلا أن ربما هناك عالة نظر أو ربما المشروع ربما يستمر لكن على أسس وطنية هل يتقبلون هذا الأمر سينتهي المشروع وستنتهي جميع الأدوات التي جاءت مع هذا المشروع سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر يعني لا أزيل هذا اللون الطائفي للدولة أبدا لأنه هؤلاء ليس لهم كمثل السمكة التي لا تستطيع أن تعيش بدون ما ليس لهم ومجال الحياة لهم البيئة الحاضنة لهؤلاء هو هذا اللون الطائفي والقندق الطائفية والمحاصصة الطائفية لذا نحن اليوم نرى هذه الأحزاب جميعا سواء من اللون الطائفي السائد الآن الذي هو مارس هذا الظلم طيلة السنوات الماضية أو حتى الديكورات التي أشار لها الدكتور قبل قليل جميعا هؤلاء يعني الديكورات رغم أنها لم تحصل على شيء وهي باتت شهداء زور لهذه العملية ولهذا الظلم وغيره إلا أنهم يقبلون بهذا ويحرصون على استمراره وأذكر هنا أذكر بالمظاهرات السابقة منها مثلا في 25 شباط من الذي ما ساهم في إجهاض هذه المظاهرات أبناء أو من يدعي تمثيل هذه المحافظات السنية كما يقال لماذا؟ لأنهم يحرصون على استمرار هذا اللون أو هذا المنهج الطائفي لأنه ليس له موجود إلا بهذه الحاضنة لذا نحن اليوم نتحدث عن يجب أنه يصحح هذا المفاهم يجب الآن يوجد وعي لكن يجب الاستمرار في تزييد تثقيف الناس ونشر هذا المفاهيم بشكل صحيح لذا أيضا نرى هنا كيف أن الدولة والحكومة والأمريكا وغيره تحارب هؤلاء الذين ينشرون مثل هذا الوعي لأنهم يمثلون خطرا حقيقيا على هذا المشروع بجملته هنا يجب الكلمة كما نقول دائما الكلمة الأولى والأخيرة بلدي أبناء الشعب العراقي نحن اليوم نسمع في جنوب العراقي وفي غيره محاسبة من أبناء الشعب العراقي محاسبة لهؤلاء الذين دعوا تمثيل هؤلاء الناس وهذه الطائفة وهذه اللون وكيف أنهم انكشفوا وأنهم اتخذوا الدين والمذهب والطائفية لطاء لممارسة نصبهم واحتيالهم وسراقاتهم هنا أيضا يجب بقية أطياف الشعب العراقي أنه أيضا تحاسب البقية أنتم كنتم شهداء أزور وأنتم رضيتم بهذه التقسيمات وأنتم رضيتم أنه نحكون نحن أقلية وأنتم رضيتم أنه يمارس الظلم والإضطهاد علينا وفق هذه الحكومة التي تسمى حكومة وطنية وفي حقيقتها أية ليست كذلك أنتم أيضا كنتم سببا في أنه أمام العالم والحكومات الأخرى تتعامل مع هذا الموجود اليوم أنها حكومة وطنية إذن يجب أن يحاسب الجميع ويجب أن تكون الكلمة الأولى والأخيرة للشعب العراقي لتصحيح هذا المزار وإزالته من المزار أتكر التصحيح ودور المجتمع والشعب العراقي أستاذ حارث الأزدي ما دام هذا اللون الطائفي الذي أضفي على الدولة العراقية أتى وأجهز على هذه الدولة وهذا الحصاد المرء الكبير على مدى 16 سنة على كل المستويات وهناك من يطالب بإرجاع اللون الوطني الثوب الوطني لهذه الدولة العراقية اللي كان ثوبها من 21 إلى 2003 هل ثمت إمكانية لإرجاع هذا اللون الوطني إلى الدولة العراقية هل لا زالت الفرصة مؤاتية أم أن القطار فات وأن هذه الدولة مهشمة الآن وهذا الشحن الطائفي قد ترك ندبه وتصدعاته في المجتمع وليس هناك من فرصة هذا ربما كلام الحالمين أن الدولة ترجع وطنية كما كانت هو ليس كلاما حالما وإنما هي قراءة للواقع واستشراف للمستقبل ليس أدل على بؤس هؤلاء المنخرطين في هذه العملية السياسية من قول امرأة عراقية وجهت لهم عبر الفضائيات تقول لهم جئتم وسرقتم العراق فاخرجوا خذوا اللي أخذتوا واخرجوا وحلوا عنه الأمر متعلق بالرؤية والرسالة الرؤية كيف ترى عملية الإصلاح وكيف ترى عملية إنقاذ هذا العراق هل إنقاذ العراق بتغيير الوجوه مثلا تغيرت وجوه كثيرة الذي سرق سرق وذهب والذي طرد وحكم بالعدام ذهب إذن تبدل الوجوه لم يغير من العملية السياسية شيئاً وإنما هي تؤدي نتاجاً طائفياً مفاده تفتيت العراق وتمزيق العراق نعم الحل مهما طال الزمن مهما طال الزمن الحل هي بتغيير النظام القالب الجامع الإطار الجامع لكل العراقيين هذا الذي يؤدي إلى أن يضع العراقيون أول خطواتهم نحو التغيير وسيكون التغيير بعد هذه الخطوة سريعاً وفعالاً بحيث أن بضع سنوات سيعود العراق كما كان لكن إذا بقيت الرسالة تدور فيه متفاعل شوي أنت أستاذ حال متفاعل ربما ربما ليس عيباً التفاعل لا ليس عيباً التفاعل بالنسبة إذا تغيرت تغير النظام تغير النظام أو الإطار الجامع للعراقيين ومجيء ناس وطنيين طبعاً هذه هو أصل مشكلة أصل هذه المشكلة أنا أقول لو وضعنا لو وضع العراقيون خطوة بعد هذا سيكون التغيير سريعاً لا أقصد أنها نحن إلى الآن لم نصل إلى هذه العتبة الرسالة التي نريد أن توجيها إلى أبناء الشعب العراقي باختصار باختصار الرسالة تقول أن هؤلاء أثبتوا على مدى هذه الأعوام جرمهم وأنكم إذا سقتم بشتى أنواع الخداع مرة يقولون أنها حكومة تقنقراطو مرة يقولون أنها حكومة وطنية مرة ينزعون عنها صفة الإسلامية مرة ينزعون عنها كل ما هي إلا أسلاب على جوهر طائفي محظف أشكرك شكراً جزيلاً لأستاذ حارث الأزدي مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين وأشكر أيضاً الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي وأيضاً الشكر للدكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الذين كانوا معنا في هذه الحلقة التي بحثت في إصباغ الدولة العراقية باللون الطائفي الواحد بعد عام 2003 بعد تفكيكها ويعادة تشكيلها نتوقف مع فاصل قصير مع دكتور رافع الفلاحي لنستمع منه إلى خلاصة ما جرى من النقاش في هذه الحلقة مشاهدي قناة الرافدين الكرام يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي وعبر القمر الصناعي نيلسات على تردد 1283 أفقي ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت دكتور الدولة العراقية الآن بثوب ولون طائفي واحد ألبست إياه من قبل الغزو الأمريكي ومشروعه السياسي وجر ما جر عليها خلال الـ 15 سنة الماضية هل بإمكان الشعب العراقي القوى الشعبية القوى المجتمعية أن تنزع هذا الثوب أو تمسح هذا اللون الطائفي الذي تأثرت بسلبياته هي القوى الشعبية أو المجتمع أو الشعب العراقي عموماً هل بإمكانه أن يمزق هذا الثوب عن هذه الدولة؟ بالتأكيد أستاذ ماجد خلال الآن خلال هذه الطاولة المباركة تكلمنا بهذا الموضوع وصلنا إلى نتيجة واحدة وهي مهمة جداً أن الشعب العراقي الآن بدأ وعيه يرتفع ويفهم من خلال كل الممارسات التي يشهدها من خلال كل الكذب والتفضيل الذي الآن ينكشف أمامه اسمح لي في هذا الوعي هل أشر أنه هناك خطورة كبيرة على الدولة وعليه كمجتمع بهذا اللون الطائفي ويجب أن يزال هل من ضمن تأشيراته هذه؟ هو لم يؤشر على النظام هو أشر على الأحزاب المكونة للنظام هو استقصد الأحزاب المكونة للنظام لكنه وصل إلى عنق الزجاجة الآن فقط الإطار هذا مكون من هذه القوة هذه القوة هي اللي كونت هذا الإطار عندما يرفض الإطار سيرفض كل هذا هو الآن وصل إلى قناعة وهي هذه القناعة التي يجب يعني لم يصلها بشكل مئة بالمئة لكنها بدأت تقترب من ذهنه أن أخوة المذهب ليست بديلة عن أخوة الوطن أخوة المذهب اللي إيران روجت لها وقالت فيها من أكثر من 15 سنة تروج لها أنه قوة المذهب هي الأساس وأنتم الطيف الواحد الذي يحكم وجد أن هذه هي محاولة ومشروع لأن يكون ضحية أو يعني على مذبح مشروع آخر إيراني وليس على مذبح مشروع وطني هذه فهمها وأخوة المذهب لا تعني التنازل عن أخوة الوطن أخوة المذهب يجب أن تعزز أخوة الوطن وأخوة الوطن هي الأساس هذه فهمها الآن وبدأ فهمة يقترب منها وعندما يقترب فهمة منها عندما يتظاهر الناس في الفلوز ستظاهر الناس في البصرة تأييدا لهم ستظاهر الناس في العمارة وستظاهر الناس في الموصل تأييدا لأهل العمارة هكذا ستأتي الأيام شكرا جزيلا دكتور نلتقي إن شاء الله